السلام عليكم طلاب وطالبات الصفة الثامن أتمنى تكونوا بخير وفي ملء الصحة والعافية نستكمل الدرس السابق الاكتشافات الجغرافية التي بدأنا فيها ولكن قبل أن نستكمل الدرس نأخذ بعض التدريب أو بعض الأسئلة التي سوف نجاوب عليها معا في هذا السؤال صل بخط بين التاريخ والحدث عندنا أول تاريخ وهو 1492 1492 إيش اللي حدث في هذا التاريخ؟ مين يقول يصفا؟ أحسنت أبحر الرحالة الأسباني كروستوفر كولومبوس برحلته إلى الهند عبر المحيط الأطلسي حيث وصل لأمريكا الجنوبية التاريخ الثاني 1497 في هذا التاريخ إيش اللي حدث؟ جهز الرحالة البرتغالي فاسكو ديجاما رحلته لإكتشاف آسيا بالدوران حول كارة أفريقيا التاريخ اللي بعده أين يقع مضيق ماجلان نسبة إلى اسمه أحسنتم؟ التاريخ اللي بعده 1534 ماذا حدث في هذا التاريخ؟ مين يفكر؟ أحسنتي برافو أبحر الرحالة الفرنسي جاك كارتيير من فرنسا إلى أمريكا الشمالية حيث اكتشف نهر سانت لويس في كندا آخر تاريخ 1497 طبعا إيش الإجابة؟ هتكون آخر شيء أبحر الرحالة الإنجليزي جون كابوت من الجزر البريطانية حيث اكتشف أجزاء من أمريكا الشمالية كده انتهت أسئلتنا يا صرف يامل نبدأ الدرس قلنا أن المكتشفين الجغرافيين كانت لديهم بعض الإعاقات التي كانت تعيق اكتشافتهم ولكن بعد ظهور سفن أكثر صلابة وسفن مجهزة بالمعدات وبالمؤن أصبح الوضع أسهل من قبل طبعا وكانت الاكتشافات الجغرافية خطرة لديهم لأنهم لا يعرفون إلى أين هم يذهبون ولكنها أصبحت أكثر سهولة أو مساعدة بسبب أن السفن تغيرت إلى سفن أكثر صلابة وأيضا مجهزة والبصلة طبعا اكتشاف البصلة اكتشاف مهم جدا 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 للبحارة للوصول إلى الأماكن ومعرفة إلى أين هم يتجهون إلى الشمال إلى الشرق إلى الغرب البصلة مهمة جدا في هذه الاكتشافات فأصبح الوضع أسهل مما قبل يبدأ الأشياء التي ساعدت المكتشفين لإكتشاف المناطق سفن أكثر صلابة ومجهزة وأيضا البصلة طيب دوافع قيام الاكتشافات الجغرافية يعني إيه دوافع إيه السبب اللي جعل المكتشفين يغامرون بحياتهم لإكتشاف أماكن جديدة عندنا أول دافع وهو البحف عن أماكن جديدة لتصويق منتجاتهم بيبحثون عن أماكن لتصويق المنتجات والربح وإيش تاني وأيضا لجلب بعض المواد من البلدان الأخرى المجاورة وخاصة في آسيا فكانت الهند والصين وجنوب شرقي آسيا هي المصدر الأساسي للحرير والتوابل وكانت أوروبا تريد الحصول على هذه المنتجات اللي هي الحرير والتوابل لماذا يصفها من أوروبا كانت مهتمة بالتوابل كانت تستخدم إيش التوابل كانت تستخدمها في إيش كانت بتستخدم التوابل والبهارات زي الفلفل والقرفة وجسط الطيب بيستخدموها لتحسين نكهة اللحوم ولحفظها أيضا وكانت تستخدم هذه البهارات في صناعة العطور وأدوات التجميل فكانوا يريدون لاكتشاف بعض الطرق للوصول إلى الهند والصين بطريقة أسرع أو بطريقة أفضل تمام يا صفها من؟ يبقى الدافع الأول وهو البحث عن أماكن جديدة لتسويق منتجاتهم وأيضا لجلب منتجات جديدة إلى بلدانهم يوجد لدينا يا صفها من طريقين مهمين جدا كانوا يذهبون من خلالها التجار وهو الطريق الحريري البري والطريق الحريري البحري فهذا الطريق الطريق الحريري البري شايفينه اللي باللون الأحمر ده الطريق الحريري البري وده الطريق اللي باللون الأزرق الطريق الحريري البحري تمام؟ يبقى يوجد لدينا طريقين طريق حريري بري وطريق حريري بحري الطريق الحريري البري كان محفوفا بالمخاطر فقد تعددت الدول التي كانت تسيطر على هذه الطرق شايفين يا صف ثامن هنا طبعا في بلدان بتمر عليها القوافل سواء في الطريق الحريري البحري أو الطريق الحريري البري طبعا يدفعون الأموال عند مرورهم من بلدانهم وقد تعددت الدول التي كانت تسيطر على هذه الطرق وقامت كل دولة بفرط أسعار عالية على ما تبيعه من بضائع للأوروبيين طيب نعرف إيه هي أو إيه العوائق اللي كان بتعوق القوافل الأوروبية سواء في الطريق الحريري البري أو الطريق الحريري البحري عندنا تتعرض قسم منها يتعرض للتلف ليش بيتعرض للتلف من طول المسافة يا صف ثامن طول المسافة طبعا ممكن يعرض هذه المنتجات للتلف وأيضا سوء التخزين ممكن القوافل أو التجار يخزنوها بطريقة تجعل التوابل أو تجعل المنتجات تسوق أيضا إيه تاني؟ يبا إحنا قلنا التلف وسوء التخزين والأسعار العالية وإحنا عرفنا ليش الأسعار العالية؟ لدفع البلدان التي يمرون عليها لأي بلد يمرون من خلالها يدفعون الأموال فعندما تصل هذه البضاع إلى أوروبا تكون أسعارها باهزة السمن طبعا لم ننسى مجهودات السلطان قابوس بن سعيد في دراسة طريق الحريري البحري أرادوا دراسة هذا الطريق للحصول على أو البحث عن طريق آخر غير الطريق الحريري البحري والطريق الحريري البري للوصول للمنتجات بطريقة أسرع فإيش اللي سوا جلالة السلطان قابوس رحمه الله تبرع أو تمثل في التفاتته الكريمة بتخصيص اليخت السلطاني ويطلق عليه فلك السلامة فلك السلامة تبرع به جلالة السلطان قابوس أو خصصه جلالة السلطان قابوس رحمه الله مع كامل أجهزته وبحرته تستخدمه منظمة اليونسكو لهذه الرحلة للبحث عن طريق آخر غير الطريق الحريري هنا الإعاقات ممكن نشوفها داني الطريق البحري تعددة الدول التي تسيطر عليه تلف البضائع أسعار غالية الطريق البري محفوظ بالمخاطر وعورة الطريق أو صعوبة الطريق أتكلمنا عنه بالتفصيل طيب نستكمل الدوافع الدوافع قيام الاتشافات الجغورفية قلنا أول دافع لو تتذكروا معايا وهو البحث عن أماكن للتصويق ثاني دافع وهو نشر الدين المسيحي الدافع الثالث وهو الرغبة في الثراء السريع ثراء سريع بالبحث عن مواطن الذهب ومصادره آخر شيء وهو الدافع الرابع التنافس بين الدول الأوروبية لزيادة ممتلكتها من أراضي طبعا إحنا قلنا من المرة السابقة أن أي مكتشف جغورفي يذهب لاكتشاف أرض أخرى إيش اللي بيحدث بتنضم هذه الأرض إلى دولته أو إلى مملكته أو إلى قراته التي جاء منها أو إلى الدولة التي جاء منها وبكده يا صفى من أنهينا الدرس لو في أي استفسار أنا معاكم في أي شيء لو في أي شيء صعب برضو ممكن أننتظر أسئلتكم واستفساراتكم الله معكم وفي ملء الصحة مع السلام